نظمت جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة قافلتين طبيتين في قرية كفر سليمان مركز بسيون ومدينة زفتة بالغربية توقيع الكشف الطبي لـ 2101 من خلال 15 عيادة وبصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 120 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان كما شهدت القافلتان إجراء اختبارات محو الأمية لـ 400 من المواطنين وزراعة 100 شجرة مثمرة بالقريتين وقدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريد محاضرات توعوية للأهالي عن الأمراض النفسية وعن كيفية اكتشافها والتعامل معها وصحة الأم وحديثي الولادة إضافة إلى مضاعفات مرض السكر وكيفية العناية بالقدم السكري وعلامات وأعراض ارتفاع ضغط الدم